السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أطفال أعزائي وقدم لكم الحلقة الثانية من سلسلة الأنبياء عليهم السلام من بينهم آدم عليه السلام وكذلك إدريس عليه السلام الجزء الثاني استمعوا جيدا آدم يحوالا سيجونا على الأرض وبدأ أعزائي وبدأ أعزائي وبدأ أعزائي وإنهم السلام في تربية أوليهم على طاعة الله سبحانه وتعالى كنتي أعزائي وبركاته كنتي أعزائي ورحمة الله وبركاته آدم يحوالا شهر السلام عليكم وبركاته ومن أخيه هو أعزائي de الله et son adoration et croire à lui oui ils donnent la naissance à deuxcentric et garçons parmi ses fils il y avait Abel et Cain mais ce dernier c'est à dire Cain était zelou de son frère Abel car elle était meilleure que lui un beau jour Cain et Abel offrirent leur sacrifice à Allah quant à Abel il était berger et offrait ce qu'il avait de meilleur وكان هذا كاين كان لديه وووه وقمه وروحه ويوفره وظيفه ومعه لديه مبوه وظيفه لك في سطران وكذلك الله استخدطى الصعودة وقاله لديه من المساعدة وحسن لديه من المساعدة لدينا الامر كاين وابل قابيل وابل قدم إلى الله سبحانه وسهلا أضحية بالنسبة للهبيب كان رعيا قدم ما لديه من أضحية بالنسبة لقبيل كان مزارعا للأسف قدم أقل أشياء لي قبل الله سبحانه وسهلا أضحية هبيل ورفض أضحية قبيل وهذا الأخير معنى قبيل توعد لأخيه هبيل بالقسل لأن أغيال أعياد قبيل كان لا أحيان لأنه يكونcondا أقول والديه قبل فهل الأخير أنه كان تتعلم سنفرر إمقيدة يا حبيب أبيل قالت عن ذلك أبيل قالت ستعلم في تعالي لقوم بس لتعالي ولي لا أدعين من فتقاموا للمطالس لقوم بشأن الله أيضا اللب كينا هو الماذا وقت كان تتعالي محل على حقابي على فعلته أي قتل أخي هابين بمساعدة إبليس ولكن من غن بزمن أوأربية لقيت ثرم från قبيل ان sìgehية قبي على قتل حبي ولكن من غن بزمن أو أخي better ولكن من غن بزمن نتجن وفقا لن نترك المصر هنا وإن شاء الله سوف وحقا لكم لحقا لتتمنى لن نترك المصر هنا ونشاء الله سوف وحقا لكم اشتركوا في القناة